إذن افتتح محافظ بورسعيد عادل الغطبان مصنعا لإنتاج يواني طهي باستثمارات تبلغ 150 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد في طار احتفالات العيد القومي للمحافظة وقال المحافظ إن المصنع يعد أحد أهم المصنع التي تم الانتهاء منها في أقل من العام باستثمارات مصرية وشراكة أجنبية ومنتج ينافس المنتج الأجنبي أضاف الغطبان أنه أول مصنع يتم إنشاؤه بهذه الإمكانيات ويوفر فرصة عمل ل150 عاملا مشيرا إلى أن بورسعيد ستصبح من أكبر المدن الصناعية على البحر المتوسط